بيشكل الطفل يحيى إبراهيم أحيي طبعا من هنا عنده تسع سنوات يحيى إبراهيم يحيى عنده تسع سنوات دي المدرسة مدرسة العور اللي ابتدائية اللي قعدنا فيها عايزة أشكر هنا في هذا المنحة أن المشروع ده بتقوم بوزارة الثقافة تحت رعاية معالي وزير الثقافة فعلا بيساعدنا في سادة المحافظين الموقرين فعلا لكن في قطاعات الدولة مشتركة معانا هذه التربية والتعليم بيتمدنا بالمدارس عشان نجتمع بإقدارة الموهوبين الشباب والرياضة في مركز الشباب في صعيد مصر التضامن الاجتماعي للجمعيات اللي بتساعدنا طيب بعد ما انتقلنا للمينيا وحضرتك عارف أن المينيا تحديدا لها خصوصية يعني مديئة أو محافظة طولية بمدنها جميعا منتشرة بطول النيل من بنيسويف حتى أسيوت أنا بكلمك على محافظة ممكن من المحافظات الطولة في مصر قدرنا في أول يوم يبقى فيه 56 طفل طفل وطفلة عايزين نرسم وعايزين نلقي شعل أول يوم في المبادر أو في المشروع طيب انتقلنا بعد كده لطهطة والمنشاف صهاج أنا عايز أقول لك وما أروع وما أبدع في التنافس ما بين الأطفال الأطفال 35 طفلة أو بنت كمان من مرحلة الابتدائي ومرحلة السنوي أو قبلها الإعدادي عملنا معرض لرسومات البنات وما أجمل موضوع الرسم مصر دي فلسفة المشروع يعني انت داخل بمئة طفل في التهطة بلد تهطوي طبعا تاريخ الصعيد في الفن معروف معروف وصهاج بلد المووي ونروح على المنشاة بلد القراء سيدنا محمد صديق المنشاوي نلاقي ان فيه أكتر من 82 طفل طب احنا استفدنا بإيه احنا جمعنا أولا عملنا جماعة رسم من البنات والولاد وأنا بقول بنات قصاد مشاهدين كلنا الصورة بألف كلمة زي كما يقال هنلاقي البنات جنب الولاد أولا في فرق الكرال تم تأسيس أو جاري تأسيس عشان يبقى اللفظ صحيح نتيجة هذا المشروع في أول أسبوع منه 100 طفل في طهطة و100 طفل وطفلة أنا آسف و82 طفل وطفلة في المنشاة دول أول 3 يام عمل احنا بنتكلم بكرة إن شاء الله صباحا احنا رحينا بقرأس قرية رحانة وعندنا استعداد لـ 70 طفلة تم تجهزهم على مدار اليومين الماضيين أمس واليوم يعني كمان التحرك سريع سريع جدا المنافسات ما بين مديرين المواقع كان قصور أو بيوت أو مكتبات في وسط الصعيد أنا بحييهم جدا لأن الزميلي هما اللي نجحوا المشروع مش أنا اللي نجحت زميلي هما اللي عملوا فعلا بنتكلم على الأستاذة إحسان في مديرة بيت مديرة أسر أبو أرقاص يعني البنت بتشتغل بدون إمكانيات أو الزميلة بتشتغل بدون إمكانيات نفس الحال في حنان في سوهاج أو مديرة أسر الطفل نصرة في الودي الجديد حفظ الأسماء صحر في باريس طبعا زميلي هما اللي نجحوا المشروع على فكرة الثقافة اللي لم تكن مؤمن بالدور والرسالة فلا نجاح هل كنت تتوقع سوز محمد مع بداية الفكرة لما جات لك كنت متوقع أنك بسرعة كده الاستجابة وهتلاقي أرقام كل يوم العجلة ماشية ولا كنت متخوف خليني صريح أنا بحب المجازفات المحسوبة طبعا لكن إذا كان سينة 900 أو 850 ألف ناس من شمالا وجنوبا أسمرت في 6 شهور ألف مبدأ وكان ممكن نكمل أكتر من كده وزميلي فيما بعد إن شاء الله اللي استلموا مني أكيد هيكمله إنما ما بالك بالصائد بتكلم على 18 مليون ناس أكيد الرقم أكيد الرقم مرشح للصعود وبعدين إحنا تعلمنا الناس على دين ملوكهم تعلمنا من سيارة الرئيس لما يجي يعلن عن المشروع يكون ابتدى المشروع وأتى سماره إحنا لما أعلننا المشروع في يوم 10-8 وطبعا اجتمعت باستاذ المدير العموم الأستاذ ديا مكاوف أسيوت الأستاذ جلال أبو الدهب الفنان في صهاج الأستاذ ابتسام عبد المريد في الودي جديد دول مديرين العموم الدكتورة الرانيا فنانة تشكيلية مديرة المينيا قلنا لهم عايزين يحصل تنافس وتكامل ما بين ولادنا أو زميلنا مديرين المواقع أسوره بيوته مكتبات وبالفعل معاني الوزيرة دعمتنا أنا عايز أقول لحضرتك إن بكرة عندنا برضو صهاج وفي شطورة شطورة مديرة البيت هناك الأستاذة باسمة وما أجمل وما أبدع وبنت عندها من القوة والعزيمة إنها تعمل إن شاء الله فورا كلمتني من يومين برضو أزفل حضرتك خبر حصري إن مش بس تحتها بقى فيها فرقة فنون شعبية تحت التأسيس من 25 شاب وبقى فيها فرقة كرال أطفال من 35 طفل وطفلة لأ وكمان عندنا في المنشاة فرقة كرال أطفال من 50 طفلة وطفل وفرقة موسيقى عربية من حوالي 22 شاب وشاب